بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا أن أسلوب الخطاب الثقافي الإسلامي يعتمد على عدة أمور وفي الحلقة الماضية ذكرنا الأمر الأول وهو مفردات الخطاب أو لغة الخطاب في هذه الحلقة نتكلم عن الأمر الثاني في أسلوب الخطاب الثقافي الإسلامي وهو تنوع الخطاب لمختلف مناطق شعور الإنسان الإنسان حينما يدرك أمرا أو يقتنع بأمر اقتناعه بذلك الأمر قد يرتبط بنقاط مختلفة من شعوره الإنسان له عقل وله عاطفة وله فطرة عقل الإنسان يدرك بعض الحقائق الكونية ويدرك الصحيح من السقيم لو استعمله الإنسان بطريقة صحيحة مناسبة الخطاب الإسلامي الثقافي يخاطب في كثير من خطاباته العقل ولذا حينما نتصفح القرآن الكريم ونقرأ روايات رسول الله صلى الله عليه وآله والعمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام نجد أن في كثير من الآيات والروايات خطاب العقول يعني يخاطب الله أو الرسول أو الإمام الإنسان عبر عقل هذا الإنسان ولذا كثر في القرآن الاستدلالات وكما ذكرنا في إحدى الحلقات السابقة حتى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية القرآن الكريم ذكر علل الأحكام وكذلك في الروايات ذكر لعلل الأحكام لكي يحصل قناعة للإنسان عبر عقله ولكن هناك ملحوظة وهي أنه كثير من الأحيان الإنسان ولو نظريا يسلم ببعض الحقائق ولكن هذا التسليم لا ينعكس عليه عملاً أو بعبارة أخرى لا تحصل له القناعة يعني كثير من الأحيان نحن نشاهد يكون هناك حوار عقلي وينتهي الحوار إلى عدم قناعة الطرفين بما يقوله الطرف الآخر يعني كل طرف لا يقتنع بما قاله الطرف الآخر وفي بعض الأحيان يفحم أحد الطرفين ولا يجد جواباً على ما قاله الخصم أو الطرف الآخر ولكنه مع ذلك لا يقتنع ولم يقتنع بما يقوله الآخر لماذا؟ لأنه صحيح أن الاستدلال أو الحوار كان عقلياً واستند على القواعد العقلية ولكن الإنسان في كثير من الأحيان عقله لا يكون طريقاً إلى إقناعه في بعض الأحيان العقل يتمكن من إقناع الإنسان وفي النتيجة يصل هذا الإنسان إلى قناعة وهذه القناعة تنعكس على أفعاله ولكن في بعض الأحيان ولعله في كثير من الأحيان الإنسان الأمر العقلي لا يوجب قناعته ولذا نحن نشاهد أنه في كثير من الأحيان الأنبياء كانوا يستدلون باستدلال عقلي ويفحمون الطرف الآخر ولكن الطرف الآخر ما كان يقتنع بهذا الكلام لماذا؟ لأن العقل لم يكن طريقاً إلى إقناعه ولذا نحن نشاهد أن القرآن الكريم حينما يريد أن يذكر المفاهيم العقلية السامية الحقائق التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ورزق الإنسان عقلاً ليكتشف بعض هذه الحقائق أو ليصل إلى بعض هذه الحقائق نجد القرآن الكريم يؤطر هذه المفاهيم العقلية السامية في إطار قصة يعني حينما نحن نقرأ القرآن الكريم نجد القرآن الكريم مليء بالقصص وقصص القرآن الكريم لم تذكر لمجرد ملء الفراغ أو الوقت أو لإلهاء الناس وإنما المفاهيم السامية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون والمفاهيم العقلية أضطرت بإطار قصة لأن القصة توجب قناعة الإنسان وقنطرة لعقل الإنسان للوصول إلى القناعة التامة يعني مثلا نشاهد في قصة يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إذا تصفحنا هذه القصة من أولها إلى أخيرها نجد أنها ليست قصة مجردة مجرد سرد لقضية كما في مثلا كتب القصص أو الروايات التي يكتبها بعض المؤلفين بل في كل آية من الآيات الله عز وجل في سياق القصة أو دعا هذه الحقائق وعبر هذه القصة الله عز وجل أراد أن يصل عقل الإنسان إلى القناعة التامة وهذه من ميزات القرآن الكريم أحد العلماء ألف كتابا وفي هذا الكتاب قارن بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة قصة يوسف في التوراة هذه القصة مجرد قصة رواية ولكن القصة نفسها في القرآن الكريم ملئت بمواعظ وحكم واستدلالات وتحفيز لعقل الإنسان فالنوع الأول من الخطاب الثقافي الإسلامي هو خطاب العقول ولكن ينبغي علينا أن لا نقتصر على هذا النوع من الخطاب البعض يتصور أن الأمر ينحصر في القضايا العقلية بحيث أنه يحصر نفسه ويحصر كلامه ويحصر كتاباته في ذكر القواعد أو الأصول العقلانية والاقتصار خطأ الإنسان ينبغي أن يبين ما يكشفه العقل السليم ولكن أن يقتصر على ذلك خطأ لأن نسبة تأثير العقل على الناس لإيصالهم إلى القناعة ومن ثم القناعة توجب بروز هذا الأمر على جوارح وأعضاء وسلوك الإنسان هذا التأثير تأثير قليل على قليل من الناس وبنسبة قليلة يأتي الدور إلى القسم الثاني أيضا وهو الخطاب العاطفي أو خطاب العاطفة لأن الله سبحانه وتعالى كما جعل للإنسان عقلا جعل للإنسان عاطفة وهذه العاطفة ليست لغو لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا ولم يجعل شيئا إلا لحكمه ولا يوجد عبث في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي خلقه فحينما خلق الله العاطفة أو جعل العاطفة في الإنسان ليس لآجل لغو أو عبث أو لعب والعياذ بالله وإنما لحكمه لأن الإنسان يحتاج إلى هذه العاطفة العاطفة محرك قوي للإنسان وتحريكها للإنسان أكثر من تحريك العقل له الإنسان العقل قد يحركه ولكن نسبة هذا التحريك قليل ولكن العاطفة تحرك الإنسان أكثر من العقل ولذا يقول البعض بتعبير لطيف إن العاطفة هي محرك للعقل كما أن السيارة مثلا لها محرك ولولا هذا المحرك لا تتحرك هذه السيارة الإنسان أيضا عقله لا يتحرك في كثير من الأحيان إلا عبر العاطفة هذه العاطفة محرك قوي للإنسان وطريق إلى وصول الإنسان إلى قناعة وتأثيرها على الإنسان أكثر من تأثير العقل وإذا وصل الإنسان إلى قناعة عبر العاطفة فإن ذلك الأمر يظهر على جوارحه وعلى سلوكه وكل واحد مننا لعله قد مر في حياته بحالات مثلا إذا قال لنا شخص بأن هناك عائلة فقيرة لم يكونوا يمتلكوا مالا ليدفعوا إيجار البيت فصاحب البيت طرد هذه العائلة في البرد القارس وهؤلاء أيتام وصغار فساعدوا هؤلاء لعل البعض مننا لا يتحرك بهذا الكلام لأن هذا الكلام يخاطب عقله قبل أن يخاطب عاطفته ولعل البعض إذا هذا الكلام أثر فيه لعله التأثير يكون تأثيرا محدودا ولكن إذا نفس هذا الإنسان ذهب وشاهد بعينه الأطفال الأيتام وهم يرتجفون في البرد ويبكون وراء الحالة المزرية التي يعيشها هؤلاء فإن تفاعله سيكون تفاعلا كبيرا لعله يأخذ بهؤلاء الأيتام إلى بيته لعله يدفع بدل الإيجار لهم لعله يساعدهم مساعدة كبيرة جدا لماذا؟ لأن عاطفته حركته والعاطفة محركها أقوى وأكثر من العقل في الخطاب الثقافي الإسلامي هناك خطاب يخاطب عاطفة الإنسان فالعقل يكون البنية الأساسية أو البنية التحتية إذا جاز التعبير والعاطفة تبنى على العقل فلذا كما أن هناك في القرآن وفي الروايات خطاب للعقل كذلك خطاب للعاطفة حتى إذا هناك بعض الناس لا يتحركون عبر خطاب العقل لا يقتنعون أو تحركهم أو قناعتهم ضعيفة فإنه بخطاب عاطفته يتحرك أكثر ويظهر هذا التحرك وهذا على قناعته وعلى سلوكه فبناء على ذلك النوع الثاني من الخطاب الثقافي الإسلامي خطاب يواجه العاطفة ولذا نحن نشاهد أنه في السيرة الحسينية حينما الله عز وجل شاء للحسين عليه السلام أن يكون قتيلا بتلك الطريقة المفجعة قتلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في السيرة الحسينية وفي النهضة الحسينية اجتمعت جميع الكمالات من جهة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأنصاره ونسائه وأولاده وفي الأسكر المقابل وهم عسكر يزيد ابن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد نجد تجلي لجميع أنواع الرذائل وظهور لجميع أنواع الحالات اللا إنسانية في هذه الحالة حينما نأتي ونقرأ سيرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هنا تلك المفاهيم السامية اضطرت بإطار عاطفي والإطار العاطفي يحرك الإنسان كما ذكرنا أكثر بكثير من الإطار العقلي ولذا نحن عندما نشاهد في بعض الروايات الإمام عليه الصلاة والسلام يعبر عن الحسين عليه الصلاة والسلام ويقول ولكن سفينة الحسين أسرع كلنا سفن النجاة ولكن سفينة الحسين أسرع لماذا سفينة الحسين أسرع طبعا هناك جوانب ربانية الله عز وجل عوض الحسين عليه الصلاة والسلام عن قتله بتلك الطريقة البشعة بأمور كثيرة لا يعلمها إلا هو ولكن أيضا بعض الجوانب الأخرى التي قد ندركها نحن أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام سيرته امتزج العقل بالعاطفة في سيرته بمعنى أنه حينما نقرأ سيرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وحينما نستمع إلى هذه السيرة هذه المفاهيم العقلية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم أطرت بإطار عاطفي فلذا تكون محركا قويا للإنسان توصل الإنسان إلى حالة من القناعة بتلك الأفكار السامية ومن ثم إلى قناعة تظهر على سلوك الإنسان ولذا هذا التركيز الهائل بحيث أنه ورد روايات متواترة على البقاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حتى السنة يروون روايات في مسند أحمد بن حنبل وفي سائر كتبهم كالطبراني وغيره هناك روايات كثيرة بلغت حد التواتر تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره الله عز وجل عبر جبرايل بمقتل الحسين عليه الصلاة والسلام فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في البقاء على الإمام الحسين والتحريض على ذلك والتشويق لذلك والله عز وجل جعل ثواب هائل وكبير على كل دمعة تجري لمصابة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قطع النظر عن كثير من الأمور التي قد لا نعلمها من الأمور الغيبية ومن الأسباب والمسببات التي لعله لم نصل إليها ولكن جانب من جوانب فائدة هذه الحالة هو تحريك عاطفة الإنسان لكي المفاهيم التي جاء بها الإسلام المفاهيم العقلية يقتنع بها الإنسان ولذا نحن نشاهد أنه في مثلا عشرة المحرم وفي الأوقات التي تذكر سيرة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين وتذكر مصائبه فإن الناس تتهيج عاطفتهم وهؤلاء يقتربون إلى المفاهيم السامية الإلهية إلى المفاهيم العقلية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أرادها الله أن يطبقها الإنسان في حياته فبناء على ذلك النوع الثاني من الخطاب الثقافي الإسلامي هو خطاب يوجه إلى عاطفة الإنسان والخطاب الأول كان الخطاب الذي يوجه إلى عقله إن شاء الله في الحلقة القادمة سنواصل هذا الحديث وأيضا نذكر النوع الثالث من أنواع الخطاب وهو خطاب الفطرة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة